أهلاً وسهلاً من جديد نتابع الآن بعض الأرقام التي وردت في تقرير راصد لأداء نواب المجلس الثامن عشر إذن 75 نائب قدموا أقل من عشر أسئلة خلال أربع سنوات لكل منهم أيضاً 70% من الأسئلة النيابية قدمها 25 نائب فقط أيضاً 25 نائب قدموا 60% من مجموع مداخلات المجلس الثامن عشر أيضاً 51% من المداخلات المفصلية قدمها فقط 14 نائب أيضاً 75% من المداخلات النوعية قدمها 22 نائب فقط و 75% من المداخلات النوعية قدمها 16 نائب وأيضاً للأسف ثلث يعني غيابات النواب كانت بدون أذر ثلث الغيابات بدون أذر أيضاً 38 نائب قدموا أقل من عشرين مداخلة خلال أربع سنوات بالنسبة للجان اللجان اللي كانت أكثر يعني اجتماعاً ونشاطاً هي لجان فلسطين والقانونية والمالية والاقتصاد والاستثمار واللجان الإدارية الأكثر نشاطاً أيضاً في الأرقام 41 نائب غابوا عن 51% من مجموع الغيابات إذن هذه بعض الأرقام التي وردت في تقرير راصد عن أداء نواب المجلس الثامن عشر نعود الآن إلى ضيفنا الكريم في اللوستوديو أهلاً وسهلاً من جديد فيك دكتور عامر بني عامر رئيس مركز راصد يعني أرقام مؤلمة للأسف يعني إحنا بنحكي عن غالبية العظمى مش عمالها بتعمل إشي غيابات مخيفة مداخلات أسئلة مفصلية يعني عدد قليل اللي كان يشتغل وهذا للأسف يعني يدوب يجو الربع زي ما حضرتك تفضلت يعني يدوب ثلاثين نائب هؤلاء كانوا إحنا يعني مشغلين لنا المجلس هذا الإشي على إيش بدل بدل على أنه صار عندي نائب خدمات أكثر بدل على أنه المواطن اختار النائب اللي فقط خدماته خارج المجلس مش فعلياً تحت القبة والله يعني هذه الأرقام بتأكد أنه فكرة الفاعلية يعني زمان كان فيه توجه تخفيض هذا العضاء مجلس النواب فهي الفكرة ليست بالعدد يعني هياً عنا 130 نائب موجودين يعني هواينا بنشوف بأنه النقاشات ذات القيمة طبعاً نحن نحكي عن مداخلات مفصلية هي المداخلة اللي بصير عليها تصويت وبتنجح صحيح والمداخلات النوعية اللي بصير عليها نقاش بس ما بتنجح بالتصويت صحيح بس على كل الحالتين سواء أنت كنت بتقدم مداخلة بتنجح واقتراح بينجح أو ما بينجح بكل الحالتين أنت قيم تكسر عليه نقاش وبالتالي بتقدم رأيه وقيمة احنا ما بنحسب طبعاً زمان هاي اللي غيناها قصت أنه أنا بثني على فلان وأثني على فلان اللي هي المداخلات الكمية اللي هو بس بحكي هذا الحكي احنا ما بنحسب الآن في البرلمان هذا بدل على فاعلية البرلمان وقديش أنه احنا للأسف الشديد عندنا ضعف يعني لما بتحكي أنت عن يعني 15 نائب بيحكوا كلام مفصلي ولا بتحكي عن 22 نائب هم اللي بيشاركوا يعني بالمحصلة مهما حاولنا نرفع من قيمة عدد النواب الفاعلين داخل القبة ما بوصلوا 30 نائب